واسمع ياللي بتسمع اسمع ياللي بتسمع ومحدش هيسمع نهر ده منتخبنا الوطني بعد خطفة كده اتخطفناها قدام موزنبيك اللاعبين الكبار في منتخب مصر عايزة تفوى بقى اللاعبين بقى احمد الكلام عن محمد صلاح محمد النني احمد حجازي محمد الشناوي عملوا جلسة مع زميلهم في منتخب مصر في فندق الاكمة في كدفار وتعهدوا مع بعض ان هما يصححوا المصار اللي حصل في مباراة غانا في مباراة غانا اللي هتبقى يوم الخميس الجاي ان شاء الله الساعة عشر والكبار دول قالوا ليه بقى اللاعبين في منتخب مصر وارد انه يحصل نحن نتعصر اه احنا ما كناش في افضل احوالنا اه في بعض اللاعبين ما كانوش جيدين بس احنا نقدر نتحسن في مباراة غانا ودي مش نهاية المشوار ولازم بسرعة نفوق واحنا نقدر نكسب المنتخب الغاني ونقدر نكسب المنتخب جفردي واحنا مش هدفنا ان احنا نكسب المراتين دول بس احنا هدفنا البطولة كان كلام تحفيزي جدا النهاردة وكلام ان شاء الله في رأيي او توقعي او تبقى اللي ما حدث في الماضي القريب والماضي البعيد لا احنا بنفوق وبنعرف نفوق نفسنا وبنعرف نرجع وزي ما قلت لكم بعد مباراة موزنبيك احنا بس عادتنا المصرية كشعب كده وكلنا يعني كلنا مش اللعيبة بس احنا نحب نجيب الحاجة من المعاناة ما نحبش نجيبها بسهولة عشان لو جيبناها بسهولة كده ما نستطعمهاش اينام دي حاجة متعبة قوي بس ماشي ماشي انا متفاعل جدا ان شاء الله في مباراة غانا ان شاء الله نعديها على خير ونكسبها ونحط قدم فيه الدول القدم لكأس الامم الافراقية طيب